بسم الله الرحمن الرحيم اللهم شل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الواحي اللهم شل على محمد وآل محمد الفلک الجاريت فل وججل غامرا یأمنو من رکبها ویغرقو من ترکها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق اللهم شل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياف المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعسمة المعتصمين اللهم سل على محمد وآل محمد سلاتاً کثیرتاً تکونو لهم رضا و لحق محمد وآل محمد اداء وغضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين اللهم سل على محمد وآل محمد الطيبين الابرار الاخیار الذين اوجبتا حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم اللهم سل على محمد وآل محمد وعمر قلبی به طاعتك ولا تخزنی به معصیتك ورزغنی مواسا تمن قد ترت علیه من رزقهك به ما وسعت علیه من فضلهك و نشرت علیه من عدلهك و احیی تنی تحت ظلهك و هذا شهر نبی که سید رسولهك شعبان الذي حففته منك بالرحمته ورزوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعب في صيامه وغیامه في لیانیه وعیامه بخورا لکا في اکرامه و اعظامه إلى محل خمامه اللهم فاعنا على الاسطنان بسنتهی فی و نیل الشفاعت لدائه اللهم واجعلهنی شفیعا مشفعا وطریغا إليک مهعا واجعلنی له متبعا حتی ولغاك يوم الغیامت عنی اراضیا وعن ذنبی غاضیا غد اوجبتلي منك الرحمته ورزوان وانزلتني دار الغرار ومحل الأخیار